بحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد ركن عبدالله بايعشوت أنظمت إدارة اللجانة المجتمعية بمديرية مدينة المكلة قطاع المرأة لقاء للجنة النسائية بالأحياء السكانية بالمديرية للتعرف على مركز حماية الطفل التابع لمؤسسة ائتلاف الخير للغاثة الإنسانية وفي حفل اللقاء ثمن العميد بايعشوت دور منظمة اليونسيف ومؤسسة ائتلاف الخير فيما يتعلق بحماية الطفل معربا عن سعادته بإنشاء مركز حماية الطفل والدور الذي يلعبه والخدمة التي يوفرها للأطفال ومن جانبه أوضح منسق ائتلاف الخير هشام بن نبهان المهام التي يؤديها المركز منها المساحة الأمينة وتقديم الدعم النفسي والدعم القانوني للطفل وإدارة الحالات بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المركز عبر فرع السجل المدني لإصدار شهادات الميلاد بالمجان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر